السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين يلا نشوف عملنا الامورة الحلوة الجميلة دي ازاي اه ده جلك انشاور عندنا كلنا في البيوت اه موجود في كل بيت هاخد المنطقة الكاملة الجزء الاسفل منه من تحت اه ايدي هاخد المنطقة دي كلها هاقصها اه قصيها بالطريقة اللي تريحك انا كده بعلم على المنطقة كلها علشان اقصها وتبقى متساوية ومزبوطة عفوا قصيها بالطريقة اللي تريحك بالسكينة او بالقطر او بالمقاص هي سهلة جدا وبسيطة جدا اه خلاص انا هاقصها وهاخد الجزء اللي تحت تمام الجزء اللي فوق ده ما ترميهوش ليه برضو استخدامات كتير برضو اه كل جزء كل شيء موجود عندنا ليه استخدام اه انا باوريكم دي اللي هتبقى الكافر الخارجي للشنطة الجميلة دي بس هنعمل الاول البطانة الداخلية وهنعمل حوامل الحزام بتاعها دي قطعة اه قماش طبعا من الجنس لان الكافر بتاعها جنس فهيبقى الا المااش دا اللي هعمل القطعة دي اللي هعمل فيها الحوامل بتاعة الحزام بتاع الشنطة طريقة سهلة جدا انا كده تقريبا زي بصراجها انا بتني الطرفين وبعدين هتني الجزء كله بالنص زي ما انت شايفين هي سهلة وبسيطة لو حابة تعمليها بالابرة والفتلة حابة تعمليها على المكنة هتبقى سهلة جدا وبسيطة بس بصراحة لشان ما مش هيدفك وهيبقى حلو برضو لو مش همتقفر عندك الشمع ممكن تستعملي الابرة والخيط القطع دي مقام ان انا هعمل الحامل بتاع الطرفين بتوع الحزام او الحبل بتاع الشمط ده قميس قديم اخدت منه الجزء اللي بيبقى قدام ده وهتدي اعمل منه البطانة الداخلية بتاعت الشمط هلزقو زي ما انتو شايفين بس من الخارج علشان بعد كده هعمل هقلبو ودخلو جوه جوه الجيركن او البلاستيك اللي انا هعمله كده انا بلزق على قد الجيركن بالزبط لسات الشمع وحشة جدا جدا على فكرة ياريت تاخدوا بالكم هي مش مؤزية بس مؤلمة يعني فيما بعد ما بتأثرش بس بتبقى مؤلمة في لحظتها خلاص كده انا زبطت المقاس بالزبط هفكها منها وابتزي ادخلها جواها بس بقول لكم الشمع صعب جدا لو موجودة معي لحد دلوقتي بالفيديو ياريت تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرز عشان يوصل لكل جديد لو عجبك الفيديو لحد دلوقتي انا كده بقص الزيادات علشان مش عايزة يبقى فيها اي قماش زيادة جوه البطانة هلزقها جواها بوريكو الزيادة اللي انا شلتها هو انا كده هقلبها لاني عايزة الطرف الابيض بيبقى من برة فهقلبها تاني زي ما انتو شايفين انا قلبتها وابتدي ألزقها على الاطراف ومن الداخل وبس كده ركبنا البطانة لازم تبقى ديقة شوية علشان تبقى مزبوط عليها كده انا هلزقها من الداخل واعمل لها القعدة الداخلية التعيدة يا ريت تصلوا بنا على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله كده بلزقها كويس حوالين داير الجيركن كله على فكرة ممكن تعملي منها مشروع بتبقى حلوة جدا ومربحة جدا لان هي سهلة جدا وبسيطة واطفال كتير هيحبوها كده انا عملت البطانة وهنعمل القعدة الداخلية برضو بكتعة قماش تانية هيخد مقاس القعدة والزقها من جواها انا بس لزقتها من بره عشان اعرف اخد المقاس صح بس هلزقها من جواها كده تمام قوي انا زبطتها وقفلت البطانة الداخلية للشنطة زي ما انتم شايفين كده زي الفل هنبتدي نعمل الشكل الخارجي برضو انا هاخد طرف القماشة اللي هي الكافر الخارجي للشنطة هاتني طرفه برضو بالشامة برضو زي ما قلتلك حبة تتني بالابرة والخيط برحتك بس الشمع بينجز يعني علشان ما فيش اي قماشة تنسل من الشنطة نفسها كده خلاص هلزق عليها الكافر الخارجي برضو بالشامة الشامة بيلزق كويس جدا ومش هتتفكي منك ان شاء الله كده تمام 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 انا زي ما قلتلكم عملت القطع الصغيرة للايد بتاعت الشنطة اه دخلت جواها الحزام وقفلتها بالشامة وهنا انا لزقتها جوا الشنطة من جوا حبة تعمللها سوستة براحتك حبة تعمللها سكوتش تلزق سكوتش وتلزقي من جواها برضو براحتك دي القاعدة الخارجية هاقص برضو على المقاسها وكده تمام 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 لزقنا العملنا الشنطة وغلفناها وبقت زي الفل انا حطيت جزء من السكوتش اه بس بنتي قاعدت تلعب فيها فاشلته تاني يعني بس هو حاليا شكلها حلو جدا وجميلة قوي هنبتدي التزيين الخارجي ليها ده قطعة كلفة كده دواير هلزقها حوالين داير من فوق من عند المكان الدراع او حوالين داير كده من فوق وهنكملها ونعملها من تحت تختاري الالوان زي ما يعجبك حسب المتوفرة عندك وحسب قطعة القماش المتوفرة عندك كده انا عملتها من فوق ومن تحت مفيش اي شكل زيادة باين هنبتدي بس تزيين بسيط بشريط لولي حابة تعمليه براحتك ومش حابة برضو موضوع التزيين بيرجع عليك وبيرجع لزقك ممكن تعمليها بفصوص اللولي النص بس مش الشريط على كل نص وردة على كل وردة نص فصل الادوات دي او الخامات دي موجودة في محلات الكلف والخياطة ومتوفرة جدا يعني اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبيه اجمعين كده تمام الحزام ده كان حزام قديم موجود عندي استغليته ممكن تعملي من شريط جنس او ممكن تعملي اي قمشة تعجبك انا دلوقتي الحزام لونه احمر والكلفة اللي انا حطوها لونها لبني فاخترت ان انا اجيب كلفة تانية لون احمر برضو واعمل بس ثلاث وردات او اربعة في نص الشنطة عشان تديها شكل احلى حطيت اربع وردات واحط جواهم اربع فصوص لولي وكده نبقى تمام التمام وخلصنا شنطتنا الجميلة حلوة جدا بنوتة صغيرة تنزل بيها اه جميلة وشيك وهتعجبها جدا كرمة مبسوطة بيها قوي قوي رايحة جاية شايلها في البيت وانسى بقى يارب الفكرة تعجبكم ويارب افكاري في القناة تعجبكم اه واللي موجود معي لحد دلوقتي ياريت يشرفني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل شيء جديد مني ايه رأيكم فكرة سهلة وبسيطة وما كلفتناش اي شيء اي حزام عندك قزيم ممكن تعملي بي اي قطعة قماش ملونة سيدة زي ما يعجبك ممكن تعملي بيها الجبير والكلف واللولي والحاجات دي رخيصة جدا مش غالية مش هتيجي بتمن الشنطة اللي بتشتريها من بر يا رب تكون عجبتكم وياريت تجربوها ياريت تجربوها وتقولولي في الكومنتات ايه رأيكم شرفتوني ونورتوني وأقول لكم كل سنة وانتو طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استنوني فيديو جديد اشتركوا في القناة